انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة وذكر بيان صادر عن وزارة تشؤون الرئاسة الإماراتية أنه تم بموجب المدى الواحد والخمسين من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات خلفاً للشيخ خليفة بن زايد النهيان ولد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الحادي عشر من مارس من عام 1961 وهو ابن الراحل الشيخ زايد آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة وشقيق الراحل الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الثاني للدولة عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره أتم شيخ محمد بن زايد سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبو ظبي بالإمارات وتخرج في عام 1979 في أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العمودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات شغل الشيخ محمد بن زايد مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية من ضابط في الحرس الأميري إلى طيار في القوات الجوية هما تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وخلال شغله هذا المنصب ساهم شيخ محمد بن زايد في تطوير القوات المسلحة لبلاده من حيث التخطيط الاستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات كما شغل أيضاً عدداً من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية في الدولة كما عرف عنه منذ تعيينه ولياً لعهد إمارة أبو ظبي في نوفمبر من عام 2004 أنه القوة الموجهة وراء المبادرات العديدة التي أسهمت في تطوير إمارة أبو ظبي التي شهدت تحولات اقتصادية واكتماعية متسارعة ممن عكس على تحفيز نمو وتنويع النشاط الاقتصادي فيها وعلى تعزيز عملية التنمية الشاملة في دولة الإمارات مسيرة عمل قادت انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح خير خلف لخير سلاف ترجمة نانسي قنقر